وصيد الكاميرا اول خربوش عندنا مباراة المصري البورسعيدي امام فيوتشر مباراة كانت مباراة قوية جدا 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 في كورة مشتركة بين ناصر ماهر وقع على الارض كدمة في رجله الحاكم طارق ماجدي يوقف المباراة عشان يطمن نتيجة حماس الزيادة زميله عمر كمال في فيوتشر يعني عايز وقفه بسرعة عشان يكمل اللعب ناصر ماهر طلب من جهاز الطبي سرعة النزول لعلاجه وما ردش على زميله طبعا عمر كمال اللي كان بيحاول يقومه بسرعة عشان يستأنف المباراة مباراة سيراميكا ومصر للمقاصة هو الخربوش الثاني اللي عندنا الحاكم حسني سلطان بداية الشوت الثاني احتسب ضرب الجزاء للمقاصة لعيبة كتير من سيراميكا حاولوا الاحتكاج بالحاكم زي ما كنت بتكلم قبل كده للتأكيد على صعوبة احتساب ضربتين جزاء للمقاصة في شوت واحد عامر عامر كابتل فريقا من ضمن المعترضين ظل بيؤكد ليهم انه في انتظار قرار حكام الفار لكن سيراميكا رفضوا انتظار قرار الفار والكلام ده كله وفضلوا على اعتراضهم على قرار الحاكم وامكن انا قلت مبارح فكروا يا اتحاد الكرة ويا ربطة انه اي انذار ياخدوا لاعب نتيجة الاعتراض على الحاكم بهذا الشكل يعتبر بانذارين ما يطردش لكن فيه ما يتعلق بمجموعة الانذارات لما تيجي تجمع الاعتراض بانذارين اخر حاجة عندنا سيد الكاميرا مباراة فاركو والجونة مباراة فاركو والجونة تامر مصطفى مدير الفاني طبعا للجونة بيطلب من اللاعب كريم ما يتكلمش كتير مع الحاكم ويراكز اللي هو كريم طارق وما يعترضش على قرارات التحكيم مع كل سفارة برافو عليك طبعا يا تامر عشان ما ياخدش انذارات هو ده الكلام المصبوط